استوحى مشروعه من خلال تجربته في الأسر وأسماه بوستا وهو اسم سيارة السجن المصنوعة من الحديد البارد شتاء والحار اللافح صيفا في هذه السيارة يتم نقل السجناء لدى تبديل السجن أو إلى المحكمة أو إلى المستشفى أنه الفنان الفلسطيني المقدسي عاهد سحيمان الذي كانت له بصمته في معرض تحية لأسر وأسرات الحرية في مؤسسة الدراسات الفلسطينية في بيروت بمجموعة متنوعة من الصور الفوتوغرافية ينضم إلينا مباشرة أهلا ومرحبا بك في برنامج ضفاف بداية لو تحدثنا عن الأعمال التي شاركت بها في هذا المعرض معرض تحية لأسر وأسرات الحرية طبعا هي عبارة عن 8 أعمال فوتوغرافية اللي بتحكي عن 8 محطات اللي بمرر فيها الأسير الفلسطيني بين خلال سيارة البوستا اللي هي سيارة زي ما حكينا المصنوعة من الحديد اللي كتير بارد بالشتاء وكتير حم بالصيف وكان فيها شبابيك صغيرة من أعلى هذه المركبة اللي كان لأول مرة في بعض الأسرة اللي كانوا موجودين من منطقة الضفة الغربية أو غزة لأول مرة بيشوفوا المناظر الطبيعية الفلسطينية من ساحل من أرض من غابة من صحرة من خلال هذه الفتحات الصغيرة هذا يدفعنا لطرح سؤالي تعلق بالبضامين الفنية التي حملتها في البوستا هذه السيارة الباردة الشتاء والحارة صيفا ما هي المقاربة الفنية التي طرقت إليها؟ هي كانت عبارة عن محادثات مع أصدقاء أسرع محررين اللي حكوا عن تجربتهم بالتنقل اللي هي كانت بنفس الوقت هي المرحلة الوحيدة أو الفرصة الوحيدة اللي بتكون للأسير أنه يقدر يشوف فيها السماء أو يشوف فيها الطبيعة الفلسطينية وبنفس الوقت كانت عبارة عن سيارة اللي هي من مرة مش مريحة لأنه كان ممكن الأسير يقعد فيها من خلال من أربعة لمرات توصل إلى 12 ولا 16 ساعة لأنه بنقلوا فيها عدد من الأسرة من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال فأنا قمت بتوثيق هذه المناطق في تقنية اسمها Long Exposure Photography الميديوم اللي عم بشتغل فيه من خلال كيف بيشوفوا من خلال هذه الفتحة هذه المشاهد اللانسكيب الفلسطيني تعني حكيه وبرأيك كفنان إلى أي مدى يمكن أن تخدم الفنون والأعمال الفنية القضية الفلسطينية وتكون مناصرة لقضية الأسرة كذلك تعني حكي الفن هو أحد أهم بوجهة نظري الرسائل اللي ممكن نطلعها للعالم من خلال القضية تبعتنا ومن خلال أنه إحنا كفنانين ننظر للموضوع من ناحية مختلفة ومنطرق للمواضيع من تفاصيل ممكن ما تكون موجودة بالمحافل الدولية من خلال الأراء السياسية أو من خلال الصحافة تعالي نحكي فإحنا منطرق للمواضيع فيها تفاصيل أكتر بتوصل المعاناة للعالم كل ياته واللغة البصرية هي زي ما إحنا بنعرف كلها هي لغة جدا قوية مش محتاجة لترجمة نوعا ما اللي إحنا منطرق فيها من خلال أولا السوشال ميديا واليوم في حرب على السوشال ميديا وفي حرب على كل وسائل التواصل الاجتماعي لأنها مؤلمة وعم توصل عندما نتحدث عن الحرية فالحرية دون ما شكت عن الجميع حديثنا عن صاد هذا المعرض في بيروت أستاذ عاهد بداية المعرض كان طبعا من خلال مؤسس الدراسات الفلسطينية الموضوع هو جدا حساس المتطرق فيه لتجربة الفنانين وكان فيه عدد من الفنانين هم عبارة عن أسرى محررين فكانوا بيحكوا عن تجربتهم الخاصة فإذا أنت بتكون فناني بتحكي بهذه اللغة الحساسة عن قضيتك المفروض توصل لكل مستمع وكل إنسان الحواس عنده عم تشتغل وعم بقدر يستقبل منك هذه المواضيع اللي أنت عم تحكي عنها المعرض لأنجاح كتير كبير على أثره كمان تم دعوتي لبلد اسمها أوبسلا بالسويد المعرض لكان من خلال إشي اسمه مهرجان الثقافة الفلسطينية كان مبارح أول مبارح ردة الفعل من الجمهور كانت جدا جميلة وهذا حفزني أنه أنا أشتغل كمان على الموضوع وأطور فيه لحد ما نقدر نوصل الرسالة بشكل أوضح وأبعد نعم ولديك أيضا تجربة طويلة في الفن التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي ومشاركات في العديد من المعرض من هذا المعرض الأخير في السويد لو تعطينا فكرة عن أبرز الأعمال التي قدمتها أبرز طريقة الشغل اللي أنا بشتغل فيها هي عبارة عن بتحكي عن القدس بشكل عام لكن بالتفاصيل اللي أنا بتطلع عليها أنا من الفنانين اللي بيشتغلوا بتفاصيل يعني بمسك البحث وبتطرق لتفاصيل اللي هي ممكن الناس ما تتلجأ لها بشكل يومي من خلال الأحداث والاعتداءات والأخبار الكبيرة يعني أحكي اللي بتكون موجود فيها اللي عم بتودّي حياة ناس فموضوعي كان أكتر تتعملت بموضوع الحياة في القدس أنا ابن القدس من عائلة موجودة بالقدس طول عمرها مشروعي اشتغلت على مشروع عربيات الكعك عربيات الكعك اللي هو إشي إحنا كبرنا على شكله وكبرنا على ألوانه بنفس الوقت وصلت كان من خلال تجربة مقابلة بعض الأشخاص إنه إحنا ممنوعين من إنه إحنا ننتج هذا الكعك لأنه حسب الدعاء الإسرائيليين وخصوصاً البلدية الإسرائيلية إنه هذا بأثر على البيئة ومنكتشف بنفس الوقت إنه في محافل وفي مهرجنات الأكل الإسرائيلية يعني بنطرح الكعك إنه هو أكل فلسطيني أكل إسرائيلي فالتجأت لهذا الموضوع كيف إنه ممكن المحتل عنده مخطط إنه هو يدخل لتفاصيل معينة بحياتنا لسلب فيها الثقافة، لسلب فيها الأكل، لسلب فيها التطريز، لسلب فيها أي شيء بتعلق بالهوية الفلسطينية الفنان الفلسطيني المقدسي عهد سحيمان شكراً جزيلاً لك على قبول دعوة الضفاف